ما هي أسباب ضعف مشاركة النساء في صنع القرار في مجالي السياسة والشأن العام؟ تعيش حوالي 345.5 مليون امرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشكل النساء ما يعادل 49.7% من عدد السكان في المنطقة ولكن تبقى نسبة التمثيل السياسي للنساء حوالي 19% مقابل معدل 22% عالمياً لماذا؟ أجرت منظمة أوكسفام دراسة لفهم العوامل المؤثرة في تدني نسبة مشاركة النساء في صنع القرار على جميع الأصعدة وذلك في لبنان، الأردن، وأقليم كردستان في العراق يمكن تلخيص نتائج الدراسة بالتالي على المستوى الشخصي، ترى النساء أن للزوج التأثير الأكبر في تحديد خيارتهن الشخصية وغياب دعم العائلة التي تفضل ترشيح الرجال الخوف من عدم القدرة على التوفيق بين السياسة وشأن العام والقيام بالأعمال المنزلية حيث تعتبر مشاركات النساء في الحقل السياسي تهديداً لوحدة العائلة وتعدي على دور الرجال على المستوى الاجتماعي، يشكل الفقر ومستوى المعيشة المتدني تحدياً في إسهام النساء في المشاركة السياسية كما القيم العائلية المحافظة والتفسيرات الدينية التي تحد بشكل كبير من مشاركة النساء على المستوى المؤسسات، عدم اعتبار الأحزاب السياسية مشاركة النساء أولوية هذه هي العوامل المؤثرة في مشاركة النساء في السياسة كيف يمكننا تغيير هذا الواقع؟ شاركونا آراءكم في التعليقات أدنى شاركونا آراءكم في التعليقات أدنى